لما منزل نحن الديمو تبع أسترا فأسترا بتنزل شوية صور تستعملهم كمثال بالموقع تبعنا يعني مثلا هاي الصورة بنزلتها أسترا بس مشان تورجينها شلون شكل الصفحة راح تكون هدا الشي بنطبع المنتجات وع كل شي بس كمان أسترا بتقول انه هاي الصور هي حاولت انه يكون ما فيها حقوق ملكية ابدا بس مع هيك هي غير مسؤولة في حال كان في شي صورة في الحقوق ملكية لحتى نتجنب هدا الشي فنحن فينا نروح على مواقع تعطينا صور مجاني في عنا هذا الموقع unsplash.com في عنا موقع تاني pixels.com هذول الموقعين انا دائما بستعملهم بنزل صور منهم فيها نجي لهم ونكتب اي صورة بنياها مثلا نحن لموقعنا على التياب نكتب هيك فبيطلعونا هذول مجموعة الصور كل هاي الصور مجانية بنختار الصورة يلي بتعجبنا ومنروح لفوق على download free بنكبس على هذا السهم ومنختار الدقة يلي بناياها بالعادة نحن ننزل medium بس نقبس على medium بنلاقيها نزلت تحت هون بنلاقي صور بتشبه الصورة اللي نزلناها الموقع التاني اسمه pixels.com كنفس الطريقة بنكتب اسم الصورة او اسم الصور يلي بناياها هون رح نكتب clothes رح يطلع لي كل الصور يلي بتختص بهذا الشي بنختار الصورة المناسبة بعدين free download من عند السهم بنختار الصورة حجم الصورة يلي بتعجبنا ومننزلها كمان بتنزل لانا تحت هلا في حال بدي يعدل على هاي الصورة بدي يغير ابعادها في هدا الموقع اسمه بنروح عليه بنعمل upload للصورة يلي عنا بنختار الصورة يلي نزلناها بنلاقيها بتتحمل عهد الموقع بعدين بننزل لتحت بنختار الابعاد يلي بتناسبنا هلا هون هذا الطول او هذا الاياس هو الاياس الممتاز للصورة متى ما خلصت بنزل لتحت وبعطي ريسايز اميج هذا هاي الكبسي ريسايز اميج بيكبس عليها بعدين اذا بدي يشوف الصورة بيكبس على view اميج بيفتح لي بصفحة تانية هيك بتكون صورتنا بعد تغيير حجمها في حال كان بدي يحمل الصورة بيكبس على download image وبتنزل عندي هيك الصورة بالكمبيوتر هذا الموقع كتير ممتاز بنعطي اي صورة بنياها بنلاقي لحاله حذف الخلفية تبع الصورة وخلالي بس المنتج لحاله موقع كتير سهل بس انا بحمل الصورة عليه بعدين لحاله بيحدث في ال background بعدين نختار الصورة بنلاقي لحاله حدف الخلفية بدون ما نكبس ولا اي كبسة في هذه الحالة صارت الصورة جاهزة للتنزيل فين نكبس على زر download بالازرق بتنزل الصورة على الكمبيوتر فين نستعملها فيها الحابين نعدل عليها منكبس على edit هون بيعطينا احتمالات كثير فين نغير اللون فين نغير الخلفية ونعطيها لون معين او نعطيها background معينة هون بنختار اللون بعد ما بنختار اللون فين ننزلها لها كمان مباشرة بزر download الازرقي اللي تحت موضوع مثل ما نكون شايفين كتير سهل وما بيحتاج مننا اي خبرة هلأ في حال ضل عندنا شيء بالخلفية ما نشال احيانا ما بينشال معنا ما بيقدر البرنامج يشيله فانحنا بنعمل زوم على المنطقة اللي بنا نشيلها ومنروح المنطقة مساء هلأ رح نجرب بهاي الوردة فيه عندنا زرين واحد ايرس واحد ريستور واحد بشيل الخلفية واحد برجال خلفية هون بغير حجم الدائرة يلي بدي ايها تشيل اذا كان عندي خلفية كبيرة فانا بكبر الدائرة مشان شيل بسرعة اما اذا كانت المنطقة كتير دقيقة فانا بزغرها مشان اخد مسافات دقيقة هلأ هون انشلت الوردة هلأ اذا بدي رجحها بيقبس على ريستور وبرجحها فبلاقي انه رجع شوي قسم من الخلفية يلي حزفناها لحتى احضفها بيقبس على ايرس وبغير الحجم تبع الدائرة بحاول سويه صغير لانه هون الوردة صغيرة هلا ما رح ازبطها مية بالمية بس المهم الفكرة وانتون كمان على مهلكم بتسوي المنتج بتسوي صورة المنتج بطريقة احترافية واحلى من هيك هلا بعد ما خلصنا فينا نضغط على زر download وننزل الصورة ونستعملها هلا من هذا الموقع فينا ناخد منه تصاميم احترافية لموقعنا بيعطينا كتير تصاميم حلوة ومعمولة من قبل الناس بيشتروا بالديزاين وكل شي مجاني بهذا الموقع اول شي انا بختار اللون يلي بدي اياه هلا هون اللون البنفسجي انا فيني يغيره ليناسب اللون تبع الموقع تبعي وبعدين بروح بدور على الشي اللي بدي اياه غيرت هلا اللون بنشوف انه كل الصور تغير اللون تبعها بعدين بروح في عندي هاي السيرش انه انا ابحث محل ما بختار اللون بكتب لنقول كلمة clothes بلاقي بيختار له دول الصور الموجودين عنده اللي بتعلقوا بالشغل تبعنا بختار الصورة المناسبة يا بنزلها sbj يا بنزلها png اللي تنتين بيشتغلوا معنا يا بنضغط على الزر الاخضر او بننزلها تحت ونضغط على الزر التحت تاني بس ننزلها تحت بنروح بنحملها على الموقع تبعنا سببها قبل ارفحها على الموقع تبعي بروح بحول اللاحقة تبعها إلى jpg بجاها هذه الموقع كمان بطيخه choose files بنقى الصورة جلي عندي وبعدين لحالها بتنزل باللاحقة الجديدة بهاي الحاله هلأ فيني ارفحها على الموقع تبعي هلأ بنتعلم كيف منعمل logo للموقع مروح على موقع اسمه logomaker.com هذا الموقع بيخلينا نعمل لوغو ببلاش بنروح نعطي create a new design ومنروح بنختار الايقونة اللي بدنا اياها للموقع تبعنا كما في فيديوهات تعليمية اذا حبينا نشوف بنسكر عليها المبدئيا بنروح لهون لفوق ومنختار الايقونة اللي بدنا اياها حالا بحالتنا نحن بنبني store او متجر بنروح مندور على شي كارت مثلا مندور على الكارت منلاقي فيه عنده كتير ايقونات فينا استعمالهم ببلاش بنختار الايقونة اللي بدنا اياها في حال بنبني مثلا متجر للموبايلات فيه نكتب كلمة mobile هون ونختار الايقونة اللي بتعجبنا طبعا فيه عندنا امكانية نغير اللون اللي بدنا اياه يعني اي ايقونة بنختارها فيها نغير اللون تبعها هلأ بنختار السلة انا بدي اختار هاي فيها نغير حجمها هيك ونغير لونها بهاي الطريقة هلأ بروح بضيف text مص بكتب في زاليني store اسم المتجر تبعنا وبغير الحجم مشان يتناسب مع الايقونة نفس الطريقة بغير حجم هيك وبجيب هون اللي يصيروا على نفس المستوى فين يحدد الاثنين مع بعض وغير حجمهم مع بعض كمان فين يضيف اشكال هيكا مسلا فين يضيف مربع وغير حجمه ليصير مستطيل او غير لونه هلأ بروح بغير لونه للون الابيض اتنينات هون مشان يتناسبه مع لون اللوغو عندي بالموقع بحدد اول شي زالين store وبغير لونها الابيض بروح على السلي كمان بعطي هون الابيض لحتى احفظ هذا اللوغو بروح لفوق بعطيه سيف لوغو هلأ هون بيقول لي انه اذا بك دقة عالي ادفعت 16 دولار او اخذ هاي الدقة وببلاش بنكبس عليها بنلاقيه نزل تحت الشغلة مهمة لما بنرفع صور على الموقع تبعنا يفضل يكون اسم هاي الصور الو معنى يعني هلأ مثلا بحالتنا نحنا لازم نسمي اللوغو باسمه راح نسمي اللوغو مثلا زالين ستور مشان يكون مفهوم لجوجل هلأ راح سسمي اللوغو زالين ستور طبعا هذا الشي بينطبع على اي صورة بدي ارفحها على الموقع دائما الصورة لازم يكون لها اسم الو معنى بروح على الموقع تبعي بروح على بروح على customize بكبس عليها بروح على header بعدين لهون بعدين هون بلاقي اللوغو بحث في اول شي بحث في اللوغو القديم و بروح برفع اللوغو تبعي لارفع اللوغو تبعي بيكبس على select image upload files بعدين بختار صورة اللوغو تبعي هلأ هون نفضل نضيف text كمان نضيف نص معين راح نضيف زالين store فوق كمان و كمان بال description كمان كتير بيكون مليح سنكتب شي معين عن الموقع بنكبس على choose image من لاقي انه اللوغو طلع عنا فوق هلأ بدنا نغير حجمه فينا نجي لهون و نغير يا نكبر حجمه يا نزغر حجمه هلا اذا حبينا نشوف كيف وضع اللوغو على الموبايل او على التابلت بننزل لتحت و بنضغط هون بنشوف شكل اللوغو اذا عجبنا من خليه مثل ما هو اذا ما عجبنا كمان ما نعدل على حجمه بنلاقي بهاي الطريقة انه حجم اللوغو كتير مليح و شكله بتناسب مع الموقع تبعنا بنعطي publish وهي كبه الحالة بنكون خلصنا تنزيل اللوغو موسيقى موسيقى